وجه بيروت لا يموت ذهب عطيق، انطباع لا يغادر العارفين ببيروت صورة المدينة النابضة بالحياة هي الأبقى في الأذهان لشدة جمالها حتى من لم يزور المدينة يوماً يحتضن هذا الانطباع عنها في روحه ومخيلته وإن لم يعاصر تسميتها بسويسرا الشرق في ستينيات القرن الماضي تعبيراً عن مكانة هذه المدينة التي باتت منارة للثقافة والفن والسياحة والتجارة الازدهار هو التعبير الأكثر دقة لوصف الحياة في بيروت هذا الازدهار كان له صداه في الحركة الثقافية والتعليمية بمدينة احتلت موقعاً ثقافياً مميزاً منذ أواخر القرن الثامن عشر فكان طبيعياً أن تنجب لبنان أيقونات فكرية وأدبية وفنية من أمثال سعيد عقل وجبران خليل جبران والأخطل الصغير والرحابنة وشحرورة الوادي دور النشر بلغ عددها المئات في بيروت وحدها ما يزيد عن عددها مجتمعاً في العديد من العواصم العربية الأكبر حجماً وحرية التعبير جذبت الكتاب والإعلاميين والشعراء إليها كملاذ لأصحاب الفكر فازدهر الإعلام فيها بيئة عصرية حاضنة للإبداع من كل صوب انعكست على نمط حياة أبنائها المتميزين بصناعة الترفيه والفن والموضى والجمال فغدت بيروت وما حولها من جبال خلابة مواقع تصوير ساحرة لا تحتاج إلى لمسات إضافية وما زالت تلك المناطق تعبق بذكريات أفلام عربية لا تنسى الحب الكبير وأبي فوق الشجرة وخياط السيدات أعمال خلدتها المشاهد الآسرة وأصوات عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش وشاديا والدبكات اللبنانية المصاحبة ورغم ما أهلت إليه الأحوال اليوم تبدو بيروت محتفظة كعادتها بطاقات كامنة في أرواح أبنائها مما لا يعدمون الأمل بنغضة جديدة فسمت جينات تورثها المدن لسكانها تجعل من الصعب لنمط عيش قام على الحرية والفكر والثقافة وحب الحياة أن يندثر أو يتأثر إلى ما لا نهاية بأي ظروف عابرة واليوم في الثكرة الثالثة لحادثة انفجار مرفأ بيروت نكرر التعازي لذوي الضحايا والتحية والحب لبيروت التي تمرض ولكن لا تموت أنت بيروت لي أنت لي طافع عنقيني